انا غي بغيت نفهم واحد القضية وشي واحد يشرح لي وشفاش كي نود شي واحد كي يعبر رأي دياله وكي يحارب الفاسد وشي هو اللي كتأتبره عدو لأن بعض الضباع كتخرج يمينا ويسارا كتأتاكي فينا على أساس حنا صديقة اللي ما بغينش لمصلحة بلادنا وكان أتاكي والأخر وهما رأي ديباع مسترزقة كي بغيوا يبينوا على أنهم كي يدفعوا على الدولة وهما بالعكس رأي كي يخربوا الصورة ديال الدولة وكي يشجعوا الفاسد وكي يشجعوا لأنهم يسكتوا هذ الأصوات هذي لأنهم مستفيدين من الفساد وده بغي دخلنا عليكم بالله وش دولة عمرها 12 القرن محتاجة لكم انتومج يدفعوا عليها باش تبينوا الصورة ديالها مزيانة هذا هو السؤال المطروح يلنفش كنا نضروح على الفاسد وكنا نضروح على الصريقة ديال أموال الدولة وكنا نضروح على أموال الخزينة أموال الخزينة تسرق عباد الله بالليل والنهار ومحاميين فاسدين كي يدفعوا على شركة أجنبية اللي كتجي كتنهب الخيارة ديال بلاد وكتخرجها براء وكتعفيها من المخالفات اللي غد دخل ملاير للخزينة وآخر حاجة هذرنا عليها هي القضية ديال ديال منجم اللي كين في ميريرت ثمانية وتلاتين مليار نزدور خمسمية وخمسين مليون يعني الدولة ضعت في كتر من ستة وثلاتين مليار ضعت في هاد دولة فشكل الخوانة الخوانة هم احنا ولا الناس اللي كتخرج الدفع على هاد المسائل هادي علاش لي إيسكات أصوات فقط كتقول مودي ها المسائل اللي ما كتمشاش وهاشنو ما كيمشيش وهنا أنا أطرح السؤال كده ديك للدولة كيفش كتخلي هاد الأشكال هادي كتخرج الدفع على هاد شي وبدفعها على هادا صافي كي يخدوها سلطة كي يقول اللي وامسكين هما يعني احنا هما اللي كنسيروا هاد البلاد احنا هما اللي الأخر يعني أي واحد يضع الفساد غدين أطاكيوه وغدين تبعوه باش الباقي كل شي يخاف منا ولا وعباد الله ناس لا صفة لهم لا مستوى لهم ديني الامبراطوريات كي الناس كيديروا شي حوج والله ناس مسؤولة الكبيرة في الدولة ما تقدر تديرها الطغيان هادا ما عمرو كان احتفع هذا الحسن الثاني كان فساد كبير ولكن كان منحصر في واحد الجهة هنعرفوها بللي كنوح مجموعة من العائلته اللي مستفدا هنم سير الأخر وي ولكن ماشي ماشي كي يبدأ من كتلق أنت شاوش كما قال له ذاك المغني التونسي الشاوش أقوى من الرئيس كتلقى شاوش في الملكية دياله الفيلات والسيارات و نقاشة على الرشو مبقاش مبقاش دبع النس كتتتضرب مليون جوش دلاتا وقالتسمع 28 مليون 50 مليون 40 مليون محلي رحنا في سويسرا فإلى أين إلى أين هاد شي كله حتشرا ما يمكنش يستمر لأن هذا يسيء المغرب وذلك الكلاس مون اللي كي ياخدوا المغرب في الشفافية الدولية بسبب هاد الناس هادو اللي كو شوية خارجين يدافعون عن الفساد حتشرا ما يمكنش يستمر لا يمكنه أن يستمر لأن باستمراره هناك تراجع للدولة المغربية هذي نكون واضحين فيها تراجع لأن واحد كيشوف شي حاجة قدمر كيتيق ذك شي اللي كيشوف كيتيق ذك شي اللي كيتقال وعليش الدولة تسموت على كل هذا هاد سؤال كم طرحوا حتى أنا بحالي بحال المغاربة لأن المغاربة عيو باش يمشي يجيب شهادة تسكنة أو اللي يمشي يجيب شهادة إدارية اللي عندو فيها الحق خصو يدور عليها ويدلغ ويقول لش مشي يجيب ترخيص ما ياخد ترخيص بينما كي الناس كيبنيوا بلا ترخيص هلاش لأنهم كيقول لك احنا هم الدولة الدولة أصبحت تلخصوا في أشخاص لا قيمة لهم فإلى أين هاد شي راهب الزاف وهاد شي رخصو يحبس وما يمكنش يستمر لأن باستمرار هاد شي صافرا كنقول السلام عليكم لأن الإنسان ما بقتش عنده تيقى في الدولة ما بقتش عنده تيقى في مؤسسات ما بقتش عنده تيقى في زافية الحواج فهي لكنا غدينصلحوا نصلحوا كاملين وإلكنا غدخلوا هاد الأمور هاد يقولوا هانا قلوا أنه الدرة ليس هناك نية في الإصلاح وصافيحنا غدين نقتنعوا بها وغدين نقولوا لا إلهي الله هاد شي راهما يعني ما ممكنش نزيدوا بهذا البلاد القدم وش غنقول لكم هذا كان كان رأي ويعني يحزوا في القلب على أن حتالة ديال الناس كتخرج باش تدفع على دولة عندها طماش القرن هذا هو الغريب في الأمر وهذا هو اللي يخصو يحبسوه هذا اللي يخصو يتحيد يخصو يتبدل وما يبقاش هاد شي مخصو شي يبقى تحياتي لكم جميعا